الحرب الإعلامية قوية والكل يبحث عن الجزئيات من أجل تثقيمها وترثيرها على الفرق والمتخبات المشاركة خلأ أضيف لك معلومة والأستاذ المشاهدين غياب بسامر راوي إلى نهاية بطولة كأس الخليج أستاذ يوسف هذه المعلومة مؤكدة لكن السؤال الحرب الإعلامية بين خلأ نتحدث عن هذه المباراة بين العراق وقطر من انتصر بالأخير إعلاميا انتصر الإعلام العراقي المدرب العراقي لاعبين الدوري المحلي يعني مثل ما يعرف الجمهور والكابتين حيدر محمود بأن المباراة الأولى لها طعم خاص خاصة إذا كانت هي المباراة الافتتاحية لبطولة تحظى بمتابعة جماهيرية كبيرة بضغط إعلامي كثير من الأمور التي تتدخل في هذه المباريات وخاصة المباراة بين العراق وقطر العراق والسعودية هناك يعني خشية هناك تحفظ هناك رغبة توجس من المدربين من اللاعبين من الإعلام بتحقيق الفوض